في الحياة العلماءنا في الخارج يهم دور كبير جداً ودور مهم في التنمية والنهوض بمصر في مجالات كتيرة للغاية من ضمنهم طبعاً الدكتور معتز عطالة أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة بيرن مينجهام بانجلترا والعقد مبارح ندوة مهمة جداً بعنوان نحو استراتيجية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مصر خلينا نفهم أكتر عن الطباعة ثلاثية الأبعاد ونعرف تفاصيل من الدكتور معتز عطالة اللي مشرفنا ومنورنا فيه لستوديو صبع الخير عليك دكتور صبع الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك uran مانا شرفةowych دكتور يعني في منافسة شديدة من كل دول العالم على استخدام التكنولوجيا في الصناع ونحن نتكلم عن الصناعة أو الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي بكل تأكيد هي متاصلة بالصناعة لكن في البداية زين نوضح للناس إيهي الطباعة ثلاثية الأبعاد الطباعة ثلاثية الأبعاد هي أحد تكنولوجيا رقمية اللي ظهرت في مجال الصناعة مؤخراً وهي طريقة تعتمد على إنتاج المنتجات المختلفة عن طريق ديزاين لها على الكمبيوتر يعني بتختلف تماما عن شكل التنصوات التقليدية لها في الغالب كانت صناعات بتقوم بعملية كبيرة جدا من الويست بيكون فيها كمية كبيرة جدا من الهالك اللي بيكون موجود فيها وبالتالي بتكون غير يعني ضرب البيئة ويكون فيها كمية كبيرة جدا من الخسائر أو التكلفة كمان بتكون عالية التقنية بتقوم ببناء أي أشكال عن طريق طباعة سلسية الأبعاد بدل ما بنعمل طباعة في شكل على ورق هنا في أكشلي بنعمل طباقات كل طباعة فوق بعضها حتى نصل للشكل المطلوب في النهاية التكنولوجيا توسعت بشكل كبير جدا مؤخرا في المجالات الطبية في المجالات الهندسية حتى وصلت لمجال البناء مؤخرا كمان في ناس بتقوم بعمل بمباني عن طريق طباعة سلسية الأبعاد المستقبل كله بيتطر نفهمها شوية نفهمها شوية نفهمها شوية نفهمها شوية عن طريق أن تضع طباقات من الحجرة فوق بعضها لحد ما سلط للشكل هرمي في النهاية تخيل أنت بدلا ما تضع طباقات من الحجرة أنت تصب طباقات من الخرصانة والطباقات دي بيتم صببها كأنك عن طريق البسق من خليط الخرصانة بحيث أنك تضع طباقة وطباقة لحد ما تصل للشكل في النهاية فبدلا ما أنت بتعمل البناء بالشكل التقليدي عن طريق الأحجاء أو الطوب والخرصانة المسلحة والشكل التقليدي لا أنت بتقوم بصب طباقات من الخرصانة عن طريقة دي عشان تقوم بعمل شكل في سلسية الأبعاد فهي دي أحد التكنولوجية الجديدة حتى في مجال البناء مش بس في المجالات الهندسية التقليدية زي ما قلت المجالات الطبية مجالات الصناعات الهندسية لا كمان وصلنا للمجال البناء ده على كده ممكن مع الوقت البيوت تتحول لمصانع ممكن البيوت تتحول لمصانع ممكن البيوت نفسها تطبع يعني في نفس الوقت هي العالم كله بيحاول للتكنولوجي دي لأن التكنولوجي تدي لك قدر كبير جدا من المرونة في الصناعة حضرتك عارف أن غالبية المنتجات اللي حولينا فيه منتجات كتيرة جدا متعتمد على ما يسمى بالاستنباط أو الأوالب عشان تقوم بإنتاج أعداد كبيرة جدا عايز تنتج زيز مية عايز تقوم بعمل حتى أوالب الأحزاية ولكن المستقبل بيتجه في اتجاه أن يكون عندك القدرة أن أنت تطبع على حسب الطلب يعني to make on demand فبالتالي تكنولوجي زي 3D بتدي لك القدرة دي أن أنت لما بتكون عايز أن أنت تعمل جزء معين في وقت معين مثلا عندك قطع غيار لجزء قديم غير متافر حاليا فبتقوم بطبعتها عشان تعاوض نقص الموجود فيها في اللوقف السوق يعني ده حاجة جميلة وي دخلت في ايه تاني؟ يعني زين نتكلم عشان أنا عايز أركز على دخولها في المنظومة الطبية المنظومة الطبية طبعا هو من أكبر تطبيقات لها حاليا هو في مجال المفاصل الصناعي غالبية المفاصل الصناعي في المعتاد بيتم عملها عن طريق اختيار جزء من كاتالوج حسب مثلا طول المريض حسب وزنه يعني دي مستحيل لكل هآلة يعني طبعا كل حالة طبية لها شكل مختلف ممكن تكون عن طريق كمان الحوادث المعقدة بعض الحوادث المعقدة بيكون لها جزء محدد في العظم خاص بالمريض في حد زيته فبالتالي يكون لها ضرورة ان انت تعمل لي مفصل تركيب على هذا المريض فطبعا في الأجزاء الطبية طبعا ده من أكبر تطبيقات بالنسبة للأجزاء الأخرى مثلا بنتكلم على تكنولوج زي حقن البلاستيك حقن البلاستيك انت بتعمل استنباط بتاعتها بتكلفة كبيرة جدا ومن التقدمات الكتيرة في التري برينتج انك بتقوم عمل استنباط نفسها بالطباعة بحيث ان انت بتقالل الوقت المطلوب لها وكمان بيكون عندك القدرة انك انت تعيد تشكيلها مرة أخرى لو انت بتغير المنتج بتاعك خلال سنة أو سنتين إنما الجزء الأكثر يعني علاقة بمصر بصراحة حدرتك عارف في آخر سنتين وشوية العالم تعرض لهذه الزيات قوية جدا في أكثر من شيء أولا طبعا فترة الوباء والجائحة وبعدين حالينا الحرب ما بين روسيا و أوكرانيا وده أثرت كما تعلم على سلاسل الإمداد في العالم كله أثرت بشكل جدير جدا على توفر بعض المنتجات ومنها مثلا البورتس باعت العربيات السيارات وعمل أزمة خانقة في العالم كله العالم بقى حساس جدا لأي تغير في أي مصنع ممكن مصنع في الصين يتوقف يؤدي لمشكلة في أمريكا احنا شوفنا ستنى اللي فايتت مثلا مركب تعطلت في قناة سويس وقفت سوية الإمداد بتاع السلاسل الإمداد في العالم كله فبالتالي لا بد من إعادة توزيع الإنتاج في العالم أو قدر الإنتاجها العالم وده التكنولوجيا بتحررك تماما من مفهوم أن أنا معتمد على سبلاير في بلد أخرى عشان أقوم بإنتاج مطرح ما أحب في المكان اللي أنا عايزه طيب وحرم بتكلم على برضو الطباعة ثلاثية الأبعاد قد هي منتشرة في العالم أو يعني أكتر الدول كمان يهتمام بهذا النوع طبعا أمريكا وأوروبا منتشرة فيها بشكل كبير جدا التوقعات أن خلال حوالي ثلاث سنين بيوصل حجم السوق بهذه التكنولوجيا لحوالي 37 مليار دولار في العالم أنا نتكلم على تكنولوجيا كبيرة مش حاجة محدودة وفي نفس الوقت في دول بتستثمت فيها بالمليارات سنويا علشان شايفة أنها لا بد أنها تحمي نفسها من أي تقلبات في سلاسل الإمداد ويكون عندها سيكورتي يعني أمان صناعي من ناحية وجودها وجود قدرتها على الإنتاج بداخلها طيب داي خلينا نسأل إحنا في مصر محتاجين إيه عشان تكون هذه التقنية موجودة عندنا هي التقنية موجودة بالفعل هو الفكرة أنه لا بد أن يكون لها استغلال أفضل ولكن فيها حاجات قبل كده كمان هي موجودة وبتنتج بالفعل موجودة وبتنتج بالفعل في بعض المصانع المحدودة في مصر لكن أول حاجة هي التكنولوجيا غالية مكلفة وإحنا بنعتمد على المعايدات الخاصة بها بالكامل من الخارج لا بد أن نستثمر في إنتاج طبيعات مصرية ويكون عندنا القدرة أنه عندنا مش بس الطبيعات لكن المعايد الخام الداخلة لصناعة الطبيعات لأن أنت لو فضلت معتمد على الاستراد طبعا ده مش هيكون لديك القدرة أن أنت تطور التكنولوجيا شراء التكنولوجيا لن يوفر لك توطين التكنولوجيا فلا بد أن نحاول أن نستثمر فيها دي أولا النقطة الثانية هي بنسبة للتعليم تكنولوجيا جديدة محتاجة مدخلات مختلفة عن ما يتعلموا طالب الهندسة اللي يتخرج من ميكانيكا أو مدني أو عمارة أنا بأكلم حرارك أننا بنبني مباني بالطبع صرصية الأبعاد فبالتالي إحنا محتاجين نعلم الكلام ده للشباب والكلام ده لازم يحصل له تطوير في الفترة القادمة لأن فيه ناس يتخرجوا مثلا من عشر سنين هم مفاتهم تعلم هذه التكنولوجيا الجديدة فدول ما ينفعش ننساهم لازم نلحقهم وندلهم زي ما بنسميه كورسات للتكورسيون ديفلوبينت حيث أنهم يكونوا على وعي التكنولوجيا الجديدة وفي نفس الوقت الجيل الجديد بقى اللي طالع نعلمه المناهج الجديدة بالزبط طيب حضرتك مبارح كنت في مركز البحوث عايزين نتكلم حضرتك عن هذه الزيارة وبرضو رؤيتك للعقول المصري أنا في كل زيارة في مصر بحاول أن أنا أزور أحد الجامعات المصرية أو المركز البحثية وبصراحة دعوة الكريمة جاءت المرادي من مركز قومي للبحوث المركز قومي للبحوث هو طبعا قلعة البحث العلمي في مصر من تأسيسه من الخمسينات حتى هذه اللحظة عندك مجمع واحد بي ويجروب من مختلف المجالات المختلفة طبعا هناك علماء أجلاء في هذا المكان ولكن الحاجة الأساسية اللي هي موجودة هي المعدات هنا عشان نقوم بعمل تكنولوجيا أو تطوير هذه التكنولوجيا لابد من الاستمار في المعدات وده رجعنا تاني نقطة إن إحنا لو قاعدنا نشتريها من الخارج صحيح إحنا مش نقدر نكتفي بها ذاتين فلابد من العمل بها بقابل في اللقاءات ده الشباب البحثين بيسألوني عن فرص للتعاون فرص للعمل قابلت بحثين الشباب عملوا منح بحثية مشتركة مع إيطاليا ومع ألمانيا وقاموا بالمشاريع ومنهم حصل على جوائز عالمية ولكن الحاجة كمان اللي بيحبها أكتر هو اللقاء مع الشباب الناس اللي هي يعني في سن العشرينات أو أقل من كده اللي هما لسه شايفين عالم معقد قدامهم ومشارفين يعملوا إيه خلاله لكن عندهم أفكار عندهم أفكار وعندهم طموحات كبيرة العالم بقى فيه قدر الشباب الصغير اللي هو في سن العشرينات بقى عنده قدر كبير جدا من الوعي بيشوف العالم بيشوف أن فيه في أمريكا فيه إيلون ماسك بيطلع سواريخ وترجع تاني بيشوف حاجات زي كده ونفسه أنه يكون عنده طموح بيحلم بنفس الطريقة ولكن هو كمان عنده ظروف يرى في العالم ظروف معقدة مش بس في مصر لكن حاوله فالأنا بحاول أنا بكون معهم فيه أنا بأتكلم معهم ودي لهم الأمل أنه إحنا شوفنا ظروف صعبة وإحنا صغارين محدش أقل أنه إحنا من عشرين ثلاثين سنة كانت كل شيء سهل لازم هم يحطوا المجهود وفت إن شاء الله بإذن الله يوصلوا للي هم بيحبوا يتوصلوا في الآخر لكن لقيت شباب مصري قبل الهواء كنا بنتكلم كده عن أن فيه شاب حضرتك اتكلمت معاه وهو محتاج دعم يعني هو عنده أفكار وشاب ناضج بما فيه الكفاية لكنه محتاج دعم فقط أنا قبلت شاب اسمه أحمد هو الطالب فندسة القاهرة أحمد نعرفه من حوالي ثلاث سنين بس عرفه عن طريق الإنترنت معرفوش أمري ما قابلته هو كان تواصل معي من ثلاث سنين على تويتر وكان بيسألني طب أدرس إيه في مجال الهندسة وقعد أكتر من فترة بيتواصل معي استشارات يعني أكاديمية بمعنى أصحي يعني أنا كنت سعيد جدا بالتجاوب معي لأنه هو واضح أنه هو بيحب المجال وواضح أنه هو عايز حد يقوله استمر كمل آه الفترة أنت بتمره فترة وأناس عايز أن الحالك بتقتطع من وقتك كمان وبترد على الشباب عشان تساعدهم لا هو مش اقتطع من الوقت هو الفكرة أننا بنعمل الكلام ده مع كل الناس ونفسي أننا نتواصل معهم كل واحد برا لو حد كلمك أو حد طالب في مصر بيطلب منك استفسار أو سؤال تدله من خبرتك تتجاوب معي يعني أنت الموضوع مش هيكلفك حاجة خالص أنك أنت تتجاوب معي فأنا كنت برد عليه سنتين وتقابلت معي مبارح أو مرة فبسم الله من شاء الله يعني هو من الشباب المتفوق في هندسة القاهرة وقدموا مستقبل وقلت له قال لي هو طبعا قلان من الظروف زي كل الشباب اللي موجود حالين قلت له استمر هي فترة صعبة ولكن كلنا شفتنا فترات صعبة هتعدي ومش هو الوحده يعني كنت حكيت لك قبل كده قصة تانية بعد ما ظهرت معك قبل كده في سبع الخير يا مصر من سنة تقريبا شهر واحد لفات جالي رسال على الفيسبوك من شاب في اسكندرية الشاب هو كان بيعمل فني في ورشة تقليدية قال لي أنا بعمل فرشة تقليدية وبشتغل على المخارطة الأديمة والمعادات الأديمة ولكن أنا اشتغلت على نفسي وتعلمت التكنولوجية الجديدة زي 3D printing والحاجات اللي زي كده ومش عارف هل أسيب اللي أنا بعرفه القديم بتاع زمان ولا خليني فيه اللي أنا أعرفه أحسن من اللي ما عرفوش قلت له أنت عندك كم سنة؟ قال لي عندي 35 سنة قلت له أنت قدامك ربع قرن من العمل ربع قرن من العمل واللي أنت بتشتغل فيه الطرق التقليدية دي مصيرها إلى زوال يعني لو قعدنا نتعلم لو النهاردة فيه شاب ميكانيكي صغير مثلاً تكلمك ويقولك أنا عمال هتعلم إزاي صلح مواتير وأعمل كده قل له روح يتعلم سيارات كهربائية أنت كلها كم سنة هيكون عندك معلوماتك اللي أنت بتستخدمها النهاردة دي مش هتكون هي اللي هتخليك أنت ليك الريادة في المستقبل وبالفعل هو سمع الكلام يعني أنا كنت سمع الكلام وبدأ أنه يشتغل في المجال الجديد فعشان كده ودخل فعلاً مجال التواصل بدأ يشتغل فيه وأنا تعلمت فيه وأنا سعيد جداً أن أنا خدت الرزق أنه نسيب اللي أنا أعرفه وتعلمت حاجة جديدة وحاسس كمان خلي بالك أن أنت لما بتنقل من شغل تكنولوجيا تقليدية لحاجة متقدمة الإنسان بيحس بنوع من هو حاس أنه سعيد والرد النفسي صحيح أنه هو أنا كنت بيشتغل في حاجة اللي هي عادية لأنا الوقت يبقيت بعمل حاجة متقدمة مميز كمان مميز كمان وعندي القدرة أنه يكون عندي الريزيلينس المرونة أنه أحمي وظفتي وعملي للمستقبل مش بس للفتر الحالي عظيم دكتور معتز فين قطة بأي أتكلم فيها مع حضرتك وهي ربط البحث العلمي بالصناعة شايف في مصر وصلنا لفين وهل لسه محتاجين مزيد من التعاون ما بين الباحثين والمصنعين دي نقطة مهمة جدا الأبحاث اللي أنا معملة في جامعاتي في إنجلترا إحنا غالبت الأبحاث من مؤلم الصناعة الصناعة حتى في الظروف الحالية يعني منها صعبة جدا على الجميع بتضع استثمارات هالة جدا في مجال البحث العلمي لأنها عارفة أن من لن يكون له الريادة والمعرفة في الأوقات الصعبة لن يكون لها ريادة في المستقبل لازم يستمر حاليا في مصر الصناعة الصناعة محتاجة أنها تضع وقت كدير جدا أو طبعا مجهود كبير جدا في التعاون مع الشركات ومع المراكز البحثية الربط ده أعتقد أنه لا يزال محتاج بعض الدعم كيف سأتي هذا الدعم لازم الجامعات والمؤسسات البحثية تتحرك إحنا عندنا مثلا في إنجلترا أنا نفسي بتحرك بنفسي لمخطبة الشركات الأكاديمي لا بد أن يخرج من مكتبه في الجامعة من قاعة محاضراته للحوار مع الشركات ومع المؤسسات الصناعية وبالفعل البعض بيقوم كده ولكن في إطار الاستشاري ولكن أنا متكلم في إطار البحث العلمي هل الشركات في مصر لديها لديها المفهوم أنها ممكن تتعاون أعتقد أنها لديها لو جال حد بحل جديد في النهاية الصناعة كل ما تريد هو إيه حل المشاكلها وتوفير إرادات في المستقبل عن طريق تكنولوجيا الجديدة عظيم الثورات الصناعية دايما متلاحقة ونحن الآن في الثورة الصناعية الرابعة ندخلين على الخمسة ندخلين على الخمسة هل مصر استفادت بالفعل من الثورة الصناعية الرابعة؟ مصر مثلها زي كل الدول الناشئة هي عندها عندها المشكلة الرئيسية فيها هو كانت زي ما حكيت حدرتك الاعتماد على المعدات الأجنبية لذلك هو توطينها في الصناعة توطين ليس بشيء توطين تعليم توطين معدات هو فيه استخدام ولكن استخدامه عن طريق نحن بنستخدم أجهزة شراء التكنولوجيا المشكلة لأن أنت لازم عشان تبقى عضوة معامل مؤثر في الصناعية أن أنت تكون صانع للتكنولوجيا وليس مشتري للتكنولوجيا أنا سعى كتير جدا بشوف حاجات مثلا لما بخش في مصر معدات ولا أحد مثلا جاب حاجة قول يعني دي ما تنفعش تصنع في مصر دي ما تنفعش تعمل في مصر ينفع طبعا وتكنولوجيا سهلة جدا وممكن أنها تتعمل ولكن التغيير بتاع كمان المواطن المصري أن أنا لازم أن أنا أخذك الثقافة الثقافة أنا لازم يكون عندي أن أنا كمان ديوتي أن أنا لو المنتج المصري بجودة كويسة لازم أشتريه لازم أدعمه صح ولازم أستمر معاه يعني لو أنا عندك مثلا أنت بتشتري حاجة أنت تقدر أنك أنت ضمن لها حماية ضمن لها صيانة ضمن لها كل كلام ده اشتري المصري وفعلا في مجالات مختلفة وبدون ذكر أسماء مجالات كتيرة جدا في الأجهزة المنزلية حتى في تجميع السيارات عملنا قفزات كبيرة جدا وأتمنى أنها تستمر إن شاء الله طرحاتك بتقول أننا داخلينا على الثورة الصناعية الخامسة الخامسة هل بنقدر نتوقع شكلها؟ آه هي الثورة الثورات باختصار الثورة الصناعية الأولى كانت ثورة التقل بخارية الصناعية الثانية كانت ثورة خطوط الإنتاج فكرة أنت عندك خط إنتاج وسير بيتحرك عليه الأجزاء الجزء الثالث هي ثورة الروبوتات الروبوت في الإنتاج ثورة الرابعة كانت ثورة الإنترنت مع الصناع يعني الديتا مثلا زي ما الموبالابي كتب عليها مقمول في مكان وتصنع في مكان تاني الصورة الخامسة بتتكلم على الشخصنا للجميع يعني أو الصناعة الشخصية للجميع يعني حضرتك نحو ده عايز تشتري حزاء جديد بدلا ما تخش محلة تشتري حزاء 34 35 المقاس اللي أنت عايزه أو كده أو 44 بيحصل أن أنت في المحلة بيقوم بعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لحجم الرجل للفوت نفسه وبيشوف هل أنت في عندك أجزاء مثلا فيها فلات فوت مثلا أو أجزاء في العظم زوائد عظمية زوائد عظمية بالضبط فبيقوم بتصميم حزاء خاص لك ماس كاستوميزيشن أنت عايز أنت تجيب موبايل فون كويس الموبايل فون حجم إيدك قد إيه البالما بتاع إيدك قد إيه أنت بدلا ما تشتري الـ 11 إنش أو كذا أو المقاس المعين للموبايل للتليفون بتجيب مقاس كاستوميز معمول لك مش شخصا لك والكلام ده مش بس مجرد في يعني المكلمة زي بنيكلم على الموبايل أنا أتكلم محركة على الاستخدام 3D printing مثلا في المفصل الصناعية اللي هي المشخصانة ديك طبعا المجال الطبي بيكون ليه ريادة في الحاجات اللي زي كده احنا بنكلم بقى على شخصانة في كل شي سيارتك طولك تحكم قدرتك على أن أنت تمسك الديركسيون ودعا خط الإنتاج ودعا ودعا كان دايما نقولك احنا خط إنتاج فكله زي بعض كله زي بعض ولأ عندك احنا بنتم عمل ماس كاستوميزيشن بنعمل تصميم لمنطج شخصي كل واحدة عايز طبعا هو فيه طبعا هتيجي دا الكلام دا بتكلفة إضافية ولكن أنت لو عندك مثلا زي ما قلنا الأحزائي الأحزائي فيه ناس كتيرة جدا بتتعب جدا من الأحزائي مثلا بتاعت فلو بنعملها ماس كاستوميزيشن أو بنعمل كاستوميزيشن الحزائي المفروض دا جزء بينتج بإنتاج كمي دا بيدي لك الفرصة أن أنت بتنتج ليه منتج مريح يقدر أنه يكون مفيد أو يعني مش مضر صحة الشخص فدي ملامح الثورة الخامسة الماس كاستوميزيشن طيب ليه في بعض الثورات الصناعية تتأخر في دول ممكن مسلا دولة تكون في الثورة الصناعية الرابعة وفي واحدة لسه في الثورة الصناعية التانية أو التالتة لا هو العالم كله تحس أنه هو نمى بشكل كبير جدا ووصل للثورة الصناعية الرابعة حاليا بشكل كبير جدا يعني مثلا نكلم على مصر هو لو بنكلم على ثري برينتينج بتحديدا أو التباصل الشخص لابعتها يمكن ملمح من ملامح الثورة الصناعية الرابعة ولكن لو زرت أي مصانع حديثة هتلاقي أن الإمكانيات فيها كلها بتشمل معادات روبوتس بقى في غالبية المصانع اللحمات المصانع السيارات مصانع الأجهزة الإلكترونية كل الكلام ده فيه كلام ده لكن الثورة الجديدة دايما بتنشأ في المكان الذي تم فيه استحداث التكنولوجيا يعني الثورة الصناعية الأولى ولو من الكلام على الطاقة البخارية ظهرت فين؟ بريطانيا الخطوط الإنتاج ظهرت فين؟ في سيارات في أمريكا بدأ عندك عايز تعمل هنري فورد عايز يعمل عربات كتيرة جدا فبالتالي كان عايز خطوط إنتاج فهي بتبدأ مطرح ما تم اكتشافها فهي تأخير مجرد هو تأخير زمن ولكن حاليا مع يعني الجلوباليزيشن وفكرة أن أنت العالم خارية صغيرة لو تم استحداث يعني استحداث تكنولوجيا في المكان نقلها من مكان لمكان آخر ليس صعب ونقلها هو بيحتاج أن يكون في عندك ناس بتحب التكنولوجيا أو نريد أنها تستثمر فيها وفي نفس الوقت الشباب الصغير حاليا هو حريص جدا أنه يستخدم التكنولوجيا الجيدة صحيح فأنا لا أتأقع أنها هتكون فيها تأخير بالعكس يعني في قضون سنوات يعني كان الفترة اللي احنا بدلنا فيها نشتغل في تيدي برينتينج في إنجلترا كانت الناس في مصر بتعملها خلال السنتين مش أكتر ولكن هي بتاخد وقت بسيط جدا وإن شاء الله بإذن الله هيبدأ أن نحنا نشوف كمان أكتر استخدامات لها في مصر إن شاء الله طيب دكتور محتزي شايف إزاي مصر مهتمة بأبناءها اللي في الخارج يعني حتى كنت موجود في منتظر شباب العالم بتحضر دايما مؤتمرات بجيلك دعوات للمشاركة في أي حدث بينظم في مصر إمبارح زي ما كنا بنتكلم كنت في المركز القومي المحوث فإزاي مصر بتهتم بأبناءها في الخارج خلال آخر يعني كام سنة للناس لاحظنا اهتمام شديد جدا بالمصريين بالخارج والاهتمام كبير جدا كمان بالخبرات المصرية بالخارج يعني كان التواصل قبل كده كان قليل ولكن مؤخرا بقى إن فيه عندنا مؤسسات معنية بهذا الموضوع وزارة الهجرة بصراحة بتقوم بدور كبير جدا لربط المصريين بالخارج وخصوصا العملين في المجالات التكنولوجية المجالات الطبية وما إلى ذلك ففيه اختلاف كبير جدا رأينا أتمنى أن العلاقات دي تستمر بشكل كبير جدا طبعا كان السنة اللي فاتت كان لقى شرف حضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وتقابلت معه عادة كبير جدا من المصريين بيعملوا في مجالات هامة جدا يعني دكتور عيوبنا عبد الرحمن في مجال الكمبيوتر دكتور إيرين استمالك في مجال التكنولوجيا المية دكتور هاني سويلم اللي هو حاليا وزير الرائف يعني بنتكلم لو بنتكلم على إزاي مصر تستفيد من المصريين بالخارج لا بالعكس احنا عندنا بنتكلم لو تم لو هناك ضرورة لاستخدام أو يعني الاستعانة بالخبارات المصرية بالخارج يتم الاستعانة بهم وإسناد ملفات حيوية لهم فبالتالي أنا سعيد جدا بهذا الاتجاه وطبعا سعيد جدا أن يكون هناك ربط كمان ما بين المؤسسات البحثية والجامعات مع الأكاديميين بالخارج يمكن هذا الدور يعني مش بس خاص بوزارة الهجرة كمان بتقوم بوزارة التعليم العالم والحقات الثقافية في سفارتنا في الخارج يعني خلال الفترة اللي أنا بدأت أن أنا أجي أكتر في مصر كان المستشار الثقافي في لندن الدكتور ريم بها كانت حاليا رئيسة جامعة المعلوماتية كانت بتقوم بتوصيلي مباشرة برؤساء الجامعات عندكم فلان جاي أجازة في مصر ياريتي دي محاضرة في المكان وعن طريق كده أنا زورت جامعات كتيرة في مصر وكنت سعيد جدا أكتر كل ما بروح جامعات خارج القاهرة لأن الشباب خارج القاهرة عنده زمأ كبير جدا للعلم والمعرفة إن شاء الله بإذن الله يستمر ويكون عندنا فرصة تانية لحضور لقاءات بإذن الله في المستقبل إن شاء الله جانب آخر من الموضوع وجودكو كمان برا مصر تمثيل مشرف والحيانه بيغير وجهة نظر العالم كله عن مصر بالتأكيد لأن لما تبص مثلا المصريين بالخارج هو الناس بتتكلم على مصر هل مصر فيها تعليم جيد نعم بالفعل أنا تعلمت في مصر تعليم بتاعي كان تعليم حكومي كنت في مدرسة حكومية وتعلم فيها كويس الأطباء المصريين اللي موجودين بالخارج أسدت الجامعات رجال الأعمال ممكنوا تعلموا في مصر هو الفكرة أن هي مصر لديها القدرة أنها تتعلم ناس كويس وكمان هم كمان حرسين بعد ما يوصلوا بره أن هم يكونوا على اتصال ببلدهم الأم وما نفعها بأي طريقة سواء كانت اتصاديا أو علميا أو أكاديميا شرفتنا يا فندم شكرا جزيلا شكرا دكتور موتاز عطالة أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة بيرمينجهام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا